أهلا أحباء المشاهدين سأل يسوع هذا المريض أتريد أتريد أن تبرأ المسيح يتعامل مع الإرادة وهذا طريق رب يسوع في مرة أجل أبرس إلى يسوع وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني أجاب يسوع وقال له أريد تحنن تقدم لمس الأبرس فطهر الأبرس من برسه فإذن المسيح يريد مرة تانية أعمى أريحة بارتماوس صرخ يا ابن داود ارحمني واقف يسوع وسأله ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال يا سيد أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد الله يريد الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون تعرف حبائي هذا المريض أصبح مرض عادي أصبح أسلوب حياة لم يكن لديه أمل في الشفاء حتى لم يكن لديه له رغبة حتى لمساعدة نفسه كان مقيد بالإرادة عنده إحساس بالضعف والأسقام لقد فقد كل رجاء بالشفاء كان اهتمام الفرسيين بقواعدهم الصارمة بموضوع السبت ولكن أحبائي قال يسوع أبي يعمل وأنا أعمل يعني ماذا لو وقف الآب عمل حتى يعمل في السبت ويشفي المرض ويحرر ويغير ويعمل ويصنع الخير إنها قصة النعمة العجيبة إنها قصة المحبة الغير محدودة المحبة الغير مشروطة للناس الخطاب تعرف حبائي هاي هي النعمة بركة بيت حزدة بيت النعمة بيت الشفقة بيت الرحمة على ما يبدو ما كانش فيه رحمة فجاء الرب رب النعمة ورب السلام ورب الرحمة الحنان الشفوق فهو جاء لهذا المكان فعلا تعامل مع هذا المريض مع إراته أتريد أن تبرأ ولكن المسيح عاوز يوقز حاسة الشفاء قبل استقبال الشفاء وهذا أمر كتير كتير مهم إنه مرات كتير بتصلي لناس بس مش مقتنعة بالشفاء يعني كأنه بترمي حملها على الشخص التاني بدون ذرة إيمان وكأنه يعني ياريت اعمل معجزة عشان أآمن بكل اللي أنت بتقوله لكن ما اكتفى المسيح قال له قم هنا قوة الكلمة المنطوقة زي بذكرنا في سفر التكوين وقال الله ليكن نور فكان نور إنه الله عمل كل هالكون بكلمة بكلمة قدرته وكل هذا الكون ممسوك بقدرة كلمة الله الكلمة يسوع المسيح يفك إيده كل الكون هذا بينهار لكن بالنسبة للفرسيين لا يحلك يعني كأنه ممنوع تعمل هو الرب اللي وضع الشريعة هذا الإنسان وصل إلى أدنى مستوى يعني إلى أصعب حالة حالة مرضية والفرسيين وصلوا إلى أدنى مستوى من الرياء والكبرياء أحبائهم الروحي هذا المريض فعلا سمع كلام يسوع المسيح حضور ابن الله في هذا المكان عندما يحضر يسوع في الحياة يخلص يبارك يحرر يشفي ويعمل أمور خارقة في حياة الإنسان هو القادر أن يطرد الشياطين وهو القادر أن يجري كل أنواع المعجزات هذا هو يسوع المسيح